يعيشون في سجون قصرية كبيرة هكذا يصف أهالي مناطق أطراف الموصل واقعهم اليوم بسبب الضغوط وعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها على يد جهات تفرض سيطرتها على تلك المناطق مؤكدين وجود أجندات سياسية تقف وراء تلك الضغوط مسؤول محلي في بلدة تلكيف قال إن مناطق أطراف الموصل أصبحت منفلتة بسبب سيطرة جهات غير مهنية وباتت أشبه ما تكون بثكانات عسكرية حيث تنتشر في تلك المناطق قوات شرطة وفصائل الميليشيات الحجد فضلا عن وجود مكاتب لأحزاب سياسية متنفذة مبينا أن جهات سياسية تتحكم بهذا الملف وقامت باغتصاب ممتلكات تعود لنازحين خارج تلك المدن أهالي مناطق تلكيف والحمدانية والسهلين ولا يملكون حرية التحرك بسبب الانتشار الأمني الذي يضيق على المواطنين بشكل كبير من خلال نشر الحواجز الأمنية وعمليات التفتيش غير المبررة والتي لا تخلو من الإهانات للمواطنين الأمر الذي يمنع عودة النازحين إليها ويهدد وجود من تبقى فيها في السياق ذاته يؤكد عضو تحالف الإصلاح في نينوى كريم الحمداني أن المشهد العام في تلك المناطق يشيب محاولات سياسية وأجندات لفرض السيطرة عليها مبينا أن ميليشيات الحجد عاودت نشاطها وهي مسؤولة عن غالب ما يحدث في تلك البلدات فضلا عن أن مكاتب الأحزاب السياسية المنتشرة فيها لديها اليد الطولة بدعم الضغوط والابتزاز في تلك المناطق التطورات التي تعيشها تلك المناطق تأخذ أبعادا أكثر خطورة مع تحذيرات تتواتر من أن فتنة جديدة تطل برأسها نتيجة ممارسات الميليشيات الطائفية ومحاولة إحداث تغيير ديمغرافي في محافظة نينوى ومدار الفتنة المحتملة ممتلكات وقفية تابعة للوقف السني يعمل الوقف الشيلي على نقل ملكيتها إليه على أساس طائفي يتجاوز البعد التاريخي والواقع القائم وتقول شخصيات وهيئات محلية أن أجواء من الشحن الطائفي بصدد الشيوع مجددا معيدة إلى الأذهان أو ضاعا سادت في محافظة نينوى التي لم تتعاف بعد من النتائج الكارثية التي تسببت بها السياسات ذاتها قبل سنوات